السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين اربعة عشر تمانية اغسطس طبعا القمر موجود الان في برج السرطان وفي ساعات الصباح بده ينتقل لبرج الاسد يعني الساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينج بما ان القمر موجود في برج السرطان معناته لغاية ساعات الصباح بتظل القوة العاطفة والامور العاطفية والحساسية من حاول خلق جو من الامان انه لا احبانا من ميلة عمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى ممكن هيك بعض الاشخاص يصير عندهم حساسية او يتذكروا مواقف قديمة او علاقة قديمة يظرفوا الدمع او يقلبوا صور او تذكارات قديمة يجب ان ننتبه اكثر ايضا في هاي الفترة لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهم الكثير من الطعام طبعا هذا كله لجميع الابراج وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة اربعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتكم شوي وهاي الفترة فيها بعض الرومانسية وبتمنحنا كفاءات للعمل المسرحي او الفنون او الامور الروحانية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة سبعة وست وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة برضو بتوجه اهتمام بعض الاشخاص للامور الخفية والغامضة بشكل سلبي الروحانيات والسحر والشعوذة والاشياء اللي زي هيك وبرضو بتقوي من شهوانيتنا ايضا بشكل سلبي بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة سبعة وست وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة عشر وست وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الاسد هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر وست وثلاثين دقيقة صباحا خلاص القمر بنتقل ويستقر في برج الاسد عشان هيك من بعد هذا الوقت بيصير الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرم مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبصير التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب ولكن العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا النا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التركيز رح يضل من الان ولغاية ساعات الصباح بيركز على امور البيت والعائلة زي ما حكينا حاولكم تفرضوا وجهة نظركم على افراد العائلة ايضا موسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وخصصوا فترة من الوقت للعائلة او الاهتمام بالمتطلبات العائلية اما من ساعات الصباح فهنا وما بعد طبعا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم باحباكم والطاقة بتصير عالية جدا والحيوية ممتازة بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وايضا نوع من انواع الترفيه او الهوايات اليوم راح تكون ضائح موجود يعني برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الان ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن زي ما حكينا بتكونوا اكثر صبرا على الطرقات اثناء قيادة السيارة خوفا من مخالفات او اعطال او ازدحامات طرق فحاول قدر الامكان تكون مركز اثناء حركتك خوفا من الاصابات يوم مناسب لاجتياز امتحان يعني لغاية ساعات الصباح وبتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة جدا فبدك تدافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية اما من ساعات الصباح وما بعد وانا بتعيدوا تنظيم اموركم البيتية والعائلية ممكن يظهر امر عائلي طارق هيك او عطل منزلي او حدث يخليك تهتم بالعائلة اكثر او انه يعني يكون في بعض النشاطات العائلية برج الجوزة بالنسبة للموليد برج الجوزة طبعا بتظل الاجواء من الان ولغاية ساعات الصباح برضو بتركز على الوضع المالي وبظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب يا استرداد اموال او يا اما مطالبة بالحقوق يا اما من عمل اضافي يا دعم من جهة ما يا هدية يعني اهم شي انه تخففوا من المصاريف هاي اهم شغلة وتنتبهوا على اموالكم من السرقة او الضياع او من المحتالين في عندك نشاطات عالية وطاقة عالية جدا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بزيد نشاطك اكثر فاكثر اما من ساعات الصباح وما بعد بعد ما ينتقل القمر لبرج الاسد بتنشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات بشكل كبير فبتك تكونوا اكثر وعيا على الطرقات واثناء الحوار يعني حاول انك تضبط اعصابك وما تنفعل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا انتو اليوم عندكو طاقة عالية ايضا وطاقتكم الان قاعدة بتتجه باتجاه امور مالية فعشان هيك انت بتحاول ترتب وضع ما او يعني اقصاد ترتيب مشتريات لاشياء ضرورية او مصاريف معينة فعشان هيك حاول تركز بشكل جيد على الامور المالية واحذر من التهور او المصاريف اللي ما الها داعي وما تلزم حالك بشيء انت مش جاهز له اما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات زي ما حكينا الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من المحتالين اما بالنسبة اجمالا هذا اليوم ان ارشاطك عالي وحيويتك عالية وعندك افكار بتحاول ترتبها برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا لغاية ساعات الصباح بيظل التعب مسيطرة عليكم الامور الاجواء هيك بتحسها انها ضغطة بشكل كبير فحاولوا انكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل بشكل روتيني بدكو تكونوا هاديين وقليلين الحماسة لانه شوي الاندفاع والتهور في هاي الاوقات ما رح يكون لصالحك يعني بدك تدرس كل خطوة ممكن انك بتنتظر جواب ولكن هذا الجواب ما رح يجيك الا من ساعات الصباح لانه من ساعات الصباح بالقمر خلص بيوصل على برج الاسد زي ما حكينا فهنا بتمتلقوا نشاط وحيوية وبصير عندك طاقة عالية جدا وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر بده يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك لغاية ساعات الصباح بيظل التركيز حول الامور العائلية او الامور الاجتماعية اكثر العائلية بمناسبات ولكن هي اجتماعية واصدقاء هي اكثر شيء فباهم اشي انه لغاية ساعات الصباح بتكون تتجنبوا انتقاد اي شخص هاي فترة جيدة للدعم للتأييد لاستغلال بعض العلاقات او المعارف لانجاز بعض الامور ولكن ممكن تتفاجأ باتصال من احد الاصدقاء او دعم بوقت مفاجئ اما من ساعات الصباح فهنا القمر رح يوصل لبيت المتاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة فتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم حاولوا انكم ما توقعوا على عقد وما تحسنوا امر لان هاي فترة يعني خلص القمر في بيت المتاعب فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ عشان هيك اعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم لغاية ساعات الصباح على علاقاتكم بالمسؤولين ونحو عملكم واثبات جدارتكم هاي اهم الاشياء اللي رح تركزوا عليها وبعضكم رح يهتم بالدفاع عن سمعته اليوم مناسب برضو لغاية ساعات الصباح من الان ولغاية ساعات الصباح للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل لتقديم طلبات او مقابلات او اشياء من هذا القبيل وهذا اليوم برضو بتظل هاي الساعات بتحمل لك مسألة شخصية ممكن سببت لك بعض القلق او العبع مع ساعات الصباح الاجواء بتبلش تتغير وممكن تحل هاي المسائل بشكل جيد وبتنشطوا بين الاصدقاء فعشان هيك ممكن الدعم يجي من احد المعارف منكم اشخاص برضو اليوم ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الترقلات والاتصالات والسفريات لغاية ساعات الصباح طبعا وبتظل الاجواء جيد الى الامتحانات والمقابلات ولكن بتكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح ولا انفراج مسألة ضاغطة او خبر ولا وممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين اخ او جار ولكن احذر من المشاحنات احذر من بعض الكلمات اللي بيكون فيها عصبية رغم هيك لانه عندك نشاط عالي جدا وما رح تهدأ وطيرتك لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل لبيت السمعة للبيت العاشر فهنا بتكون تحافظوا على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية حاول قدر الامكان ما تنفعل ما تتهور ما تختلق مشاكل وما تخالف القوانين يعني بظل هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اه وبرضو بتكون يعني بتكون تتجنب الخلافات قدر الامكان ركز على عملك وعلاقاتك بالمسؤولين افضل شيء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكم في ضبط شونكم المالية المشتركة ورغم النفقات بظل في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض طبعا هذا الامر رح يضل من الان ولغاية ساعات الصباح فحاول انك تسار على تصحيح الاخطاء واستعادة ثقة الاخرين وخصوصا الاخرين مقصود فيها زوج او زوجة او شريك مال او بنك ضريبة تأمين فوتير اشياء من هذا القبيل وما تسمح للخلافات بانها تسيطر على مشاعرك وافكارك لا سيما مع لاحبة اما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا في مساء الهلاقة في السفر او الاتصالات البعيدة مع شخاص جانب او خارج البلاد كونوا اكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم رح يكون فيه اجواء جيدة لأمور الها علاقة بدورة تعليمية دراسة امتحانات مناقشة رسالة خصوصا من ساعات الظهيرة وما بعد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بي انصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لانه القمر ما زال موجود مقابلكم وبارضو بظل الجو مناسب لتعزيز العلاقة او البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل او الحاطفة او التقارب ما بينكم وبين شركائكم صحيح ان الفترة هاي فيها بعض التوتر وممكن تتورطوا في ازمة اذا ما حفظتوا على اعصابكم وهيكي عملت يعني هيكي تضطر للابطاء بمسار بعض الامور او الخطوات لانه هذا الشيء لغاية ساعات الصباح بظل في نوع من انواع الضغط عليه من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة الاجواب تصير جيدة لتسوي او لخبر مالي معين ولكن انت ما تغامر بالامور المالية انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالامور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم برضو لغاية ساعات الصباح ممكن تأجله بسبب وضع صحي او انشغال بصحة احد الاحبة حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم ولا تدخلوا في مواجهات مع زملائكم بظل في نوع من انواع اللقاءات والاجتماعات وممكن انك بتحضر لورشة عمل او ممكن انك بتهتم لوضع صحي اما من ساعات الصباح هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم بتكونوا متفاهمين لوجهة نظرهم القمر بصير مقابلك تماما عشان هيك بدك تحاذر من الخلافات ما تضخم الامور انتبه على التقلبات النفسية اللي بتصير عندك وعلى حساسيتك لانه ممكن تتصرف بعصبية عالية جدا واي تصرف راح تكون انت الحلقة الاضعف برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم من الان ولغاية ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم خصوصا في فترة خلو المسار ممكن تحتفل بانجاز او انتصار او تنمو بعض العلاقات وتزدهر او خبر سار او احتفال عندك بالبيت يعني فترة مثمرة جدا لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتكونوا تنتبهوا لصحتكم اكثر بيتراكم العمل اكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم يعني التركيز راح يصير من ساعات الصباح لا العمل والصحة وما مع حواهم يعني الزملاء عمل جديد مقابلات او الصحة مراجعات او ادوية او اشياء من هذا القبيل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء وشهد ان اعتقدم واحد والعبة وحفظ احسب وحفظ اشهد ان انا اشهد ان اعلم اشهد ان اعلم اشهد ان اعلم اشهد ان اружه اشهد ان ا�hteش